السؤال التاني بيقول ايه انا امي سابتنا وكل واحد عايش حياته عادي وبكلمها عشان خاطر صرة الرحم بس لما بكلمها بتعمل لي مشاكل بتعمل لي مشاكل في بيتي ومع جوزي فما بقتش اكلمها عشان احافظ على بيتي هل كده حرام علي وقال انا كده صح اني فكرت في بيتي وعيالي المسألة شوية محتاجة شوية شوية دقة في التعامل مع المسألة اول حاجة تعالي نقول تلات قواعدة اساسية القواعدة الاساسية الاولى اني بر الولدين فرض وقد ربك قال لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان خلاص فهذا فرض علينا ان احنا نبر الولدين ادي قاعدة الاولى قاعدة الثانية قل لكم راعي وقل لكم مسؤول عن راعياته الراجل راعي وهو مسؤول عن راعياته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن راعياته يبقى انتي ببساطة خالص يبقى اول قاعدة بر الولدين فرض القاعدة الثانية رعاية بيتك وزوجك واجب ايه ده؟ طيب الحاجة التالتة بقى ايه ده تعارض ايه ده تعارض بر الولدين مع ماذا؟ مع واجب رعاية البيت اول حاجة لازم نعرف تعارضة ازاي تعارضة ان في حد مثلا ام والتعارضة في احوال كتيرة عشان بس ايه تعرفي انت في انا حالة الحالة الاولانية ان احد الولدين يأمرني بافسادي بيتي او يأمرني بان اضرر اولادي وزوجي فهذا ليس من بر الولدين اصلا ده مش بر بر الولدين انا اول حاجة بس انتشوف هل ده من بر الولدين ولا ليس هذا من بر الولدين ليه؟ لان بر الولدين فيما يخصهما لا فيما يخصني يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى بر الولدين ملوش علاقة بحياتي انا وزوجي واولادي يعني لو هم امروني بشيء يفسد علاقتي بزوجي واولادي هذا ليس من حقهم ايه بقى اللي بتحصل على المشكلة بقى؟ ان انا بعتبر ان كل ما يقوله ابوي او امي او كل تصرف انا لازم انفزه لا حدود بر الولدين ما يخصهما ما يخص ابوي او امي يعني ايه ما يخص ابوي او امي؟ ان انا اسعدهم ان انا اعطف عليهم ان انا ارعاهم وده مساحة كبيرة لا يتعارض معايه لكن لو جيه حد قال لي انت تقعد معايا وتسيب بيتك واولادك اقول له لا هذا ليس من حق انت من حقق ان انا ارعاك بما لا يفسد بيتي واولادي عشان اقدر اجمع ما بين ايه؟ ما بين الامرين لان فيه قاعدة شرعية مهمة لازم كلنا نتعلمها ان الجمع اولى من الترجيح انا لازم اجمع ما بين الاتنين يبقى دي اول حاجة طب اذا تعارض لا ده مش من بر الولدين ان انا افسد حياتي افسد بيتي واولادي لا ده مش من بر الولدين ده الامر التاني امر التاني اذا كانوا هم ايه اللي حاصل؟ طلباتهم ان هم محتاجينها بقت ثقيلة علي ومش قادر احققها مع طلبات بيتي اه هم طلبين عناية ورعاية وطلبين مني ان انا اساعدهم بس انا مش قادر اساعدهم فدي حالة تانية انهم ما بيدخلوه ما بيفسدوش حياتي لكن طلباتهم اكتر مما استطيعوا الان في ظل حياتي اعمل ايه؟ اسدد واقارب يعني ايه اسدد واقارب لا يكلف الله نفسا الا وسعه اسدد واقارب يعني اعمل ايه؟ اعمل اللي اقدر عليه لهم واللي لا يفسد علي حياتي ليه؟ لان احنا متعودين على النظام في اعطاء كل ذي حق حق ازاي يعني؟ زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لأهلك عليك حق وان لبدنك عليك حق وان لزورك عليك حق وان لربك عليك حق فاعطي لكل ذي حق حق ما ينفعش ان انا لو انا اعطيت كل وقت لوالدي وتركت بيتي يبقى الغلط عندي ودوة لا يجوز شرعا لا يجوز شرعا لا يجوز ان امرأة تهمل بيتها وتعمل اولادها وزوجها من اجل ما من اجل بير الوالد لا تسدد وتقارب وكلامي ساعتها هيبقى للوالدين اقبلوا ده عشان جزء من رعايتكم لبنتكم ان هي تفضل محافظة على بيتها طيب ده الاحتمال التاني احتمال التالت بقى ايه الاحتمال التالت ان انا لما بزورهم وبقوم بوجبي نحوهم نفسيتي بتتعب نفسيتي بتتعب ليه انا اصلا من وانا وصغيرة انا بحس بالرفض منهم فهم بيتعاملوا معايا بطريقة بتأزيني نفسيا اللي هو الحالة اللي يبدو اللي هي عندنا ده في ايه اللي حاصل امي بتقول امي سابتني وبعد كده حصل بنا حالة من حالات الجف في ايه اللي حاصل فهي بتتأزى نفسيا نعم تعمل ايه يبقى في الحالة الاولانية مش من او من امي يفسدوا حياتي في الحالة التانية اسددوا اقارب في الحالة التالتة ايه اللي حاصل لا لا ضرر وراء ضرار يبقى نعمل ايه اه وواجب علي ان انا ابرهم بس انا نفسيا لو قمت بالبر هيحصل ايه هيحصل حالة من حالات الاذى النفسي يبقى سافعل ما لا اتأذى به يبقى انا افعل ما ايه ما لا اتأذى به دفع للضرر وان كنت انا لو ادرت انا نفسيتي شاءت بالربط بقى تدريب على تحمل الضغوط او عرفت ازاي ادير الضغوط وادير انفعلاتي النفسية فتطورت شخصيتي اه هبرهم واصبر على ما يفعلون اما واني مش ادرى اصبر دلوقتي مش ادرى اتحمل اللي هما بيعملوه في اذى نفسي بيقع علي منهم سافعل ما استطيع ولا يعود بالضرر للنفسي علي يبقى هو تلات احوال هما شهورين جدا جدا وهم دول الواقعين في حياتنا الحالة الاولى لا مش هيتدخل لن اسمح للوالدين ان هما يتدخلوا ويفسدوا حياتي لان هذا لا علاقة له ببر الوالدين لان مساحة بر الوالدين فيما يخصهما لا ما يخص حياتي الحاجة التانية طيب لو اني انا بقى التقطي وقدرتي مش ادرى ان انا ابرهم كما كنت بعد ما بقى عندي بيت واولاد مع شغل ماذا سافعل سافعل ما استطيع واكتهد ان انا افعل ما يعود بالخير والنفع والرحمة عليهما طيب الحياة التالتة ان لا لا ده انا قادر بس انا لما بروح بتعب نفسيا بتعب نفسيا ليه بتعب كلامهم نفسه نظراتهم نفسها لفتتهم حركتهم بتتعبني نفسيا فعلا بتعب نفسيا يعني مش مسألة لإيه ان انا حاسة باننا هما ما بقى لهمش لازمة لا 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 انا بتعب فعلا نفسيا يعني ممكن اخد دوة ممكن اروح للدكتور ممكن يرتفع ضغطي ممكن يرتفع السكر بتاعي ممكن احس باننا ممكن اعزي نفسي واعزي اولادي بسبب كده يبقى نعمل ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويبقى نبرصنا في ده حديث رسول الله سلم كمان ماذا لا ضرر ولا ضرار يبقى ساعتها سأفعل ما استطيع فقط ولا اكلف ان انا افعل فوق ذلك ارجو ان احنا نكون بهذه الخريطة وضحنا المسألة وتشوفي انتي انتي دلوقتي بتقولي بتقولي انا امي سابتني وكل واحد عايش حياته عادي وبكلمها عشان خاطر السرة الرحم بس لما بكلمها بتأمل لي مشاكل يبقى احنا في الحالة التالتة دي يبقى نعمل ايه سنصل امنا بما نستطيع سنصل امنا بايه بما نستطيع طب انا ليه كده لان مش هحط لك التالت احوال وبعدين اسيبك انت اللي تفتي نفسك فانت وكأنك انت في الحالة التالتة الحالة التالتة اللي هي فيها ايه لا انت لما بتروح يتكلم والدتك بتعملك مشاكل فين في بيتك وجوزك فما بقيتش تحب تكلميها لا كلميها بقدر ما لا يعود بالضرر عليك وعلى بيتك ولازم تعرفي تستحضر برضو الحالة الحالة الاولانية ان هم مش من حقهم ان يتدخلوا في بيتك في علاقتك بزوجك وعلاقتك باولادك اولادك مش لانك انت بنتهم يتحكموا في الاولاد وفي تربيتهم بما يجعل الاولاد يتضرروا او يتأذوا ولا هم متحكمين كمان في علاقتك بزوجك لان هو ده مش حقهم محقهم ان انت تحاول تحسني اليهم فقط يبقى احنا في الحالة دي سنفعل ونكلمهم بما نستطيع لا لا نحمل نفسنا فوق مناطيق وهذا هو حدود البر في حالتنا هذه محقا